في خبر غير مفاجئ تماما تعلن الحكومة اليابانية عن إصدار قوانين لمنع القرصنة أو للحد منها أو لمنع انتشار الأنيمي والمانجا بشكل غير قانوني على الأسواق الإنترنتية كده سدح مداح لأي حد يحمل زي ما هو معايز الحكومة أعلنت في شهر يونيو اللي فات إنها إن شاء الله كده نوية تتوسع لحد ما تقبي على القرصنة نهائيا والموضوع ده مستحيل خالص مستحيل إنسا إن هو يحصل حتى ولو عرفوا إنهم يقضوا على كل موقع القرصنة فإنهم يقضوا على القرصنة بشكل كامل الكلام ده طبعا مستحيل لأن أي موقع هيختفي هيظهر بدل الموقع مش كل الحكومات أساسا متفقة مع اليابان في القانون بتاعها مش كل القوانين اللي يابان هتصدرها هيتم تقضيها في كل الدول بتاعة العالم فيعني إحنا دول عالم ثالث فإنسوا الموضوع ده دلوقتي قال إعلان عن عوض التسلسل منجريل مرة أخرى في شهر نوفمبر القادم وأنا هنا ما بكررش نفس الخبر ده أنا قلته من كم أسبوع لأن المرة دي هو تسلسل يعني هو يرجع عشان يكمل المفترض يعني للنهاية المرة اللي فات التكهيكو إنه ساعة لما رجع المفروض إنه رجع عشان يرجع بفصل كده زي ما تجاشي بيعمل وهو زي ما هو في العادة عسان بيعمل بقاله تقريبا خمس ست سنين هو تقريبا بيرجع بفصل اثنين ثلاثة أربعة في السنة بالكامل ومتابعين المانجا دول العايشين في عذاب متابعين المانجا باجابوند يعني ربنا معاهم بقى يعني مش هشوفوا فصل وريب إلا أن الحركة ديت حركة مبشرة جدا 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 لأن ديت حركة وقد تقود إلى أن المانجا ديت تمتهي وقد تقود لأن نوي يرجع له أم شغف اللي عنده عشان يرجع يكمل باجابوند يعني طبعا بعيدا مثلا عن نهاية سلام دونك ونكش عداني بس يلا نهاية همشيه وفي خضم إعلانات العودة عودة مانجا ميكس مرة تانية والجدير بالذكر طبعا أن المانجا ديت توقفت بسبب جائحة الفيروس المنتشر أو إن لسه ومنتشر حد لبتاعه نحن في مصر مش عارفين المهم أنها ترجع في 12 أكتوبر القادم والجدير برضو بالذكر ديت نقطة كمان أن المانجا ديت كان لها أنيمي وأنيمي بصراحة لطيف وحلو وفي شوية زرافة كده أجوية الرياضية بتاعته مش أحسن حاجة ولكنه كان أنيمي حال سلسلة العودة ديت بتستمر برضو برجوع مانجا كا أو مانجا بونجس رايدوكس المانجا كانت متوقفة لمدة ثلاث أشهر ويعني الحمد لله أنها رجعت دلوقتي عشان الناس اللي هي كانت عايزة كلبها الأعلان عن موعد القسم الثاني من أنيمي هايكو الذي سيكون في 2 أكتوبر القادم وبرضو في نفس الوقت تم صدور العرض الترويجي للأنيمي تم صدور البوستر اللي كان نازل تقريبا من فترة ولكن في العرض الترويجي ده حطوا الأغنية للافتتاحية المفروض يعني بتاعت النصف الثاني وإحنا طبعا يعني ما بنشوفش الأغانية للافتتاحية لأنها في العادي بتكون حرق إلا لو كان الأنيمي أو القائمين على العمل ده ناس محترمين وبيحطوش لاطات من الموسم بس هايكو من الأعمال اللي بتحط لاطات فالعمال ديت حاجة إرمية على جنب حاجات دي للفتاحية ديت وفي نفس السياق العرض الترويجي لمنجا نوبلس اللي هيتم إصدار الأنيمي لها في أكتوبر القادم المنوات ديت هي أحد الثلاث منوات اللي كان من المفترض أو يعني تم الإعلام من مدة طويلة يعني إن كرانش رول هتعمل ثلاث أنيميات للثلاث منوات الأشهر دول أو يعني هو في حاجات أشهر منها واللي هي الخبر اللي هو جاي ولكن برضو يعني من الحاجات ديت العرض الدعية بتاعها حرق يعني عرفت إنه سمعت إنه فصول متقدمة جدا ولكن الفصول اللي كانت خاصة بالمنوات ديت أنا أريد تقريبا بتاع 2.2 من فترة طويلة الفصول بتاعتها كان قسيرة جدا فقدر أتخيل إن الأنيمي هيكون بنفس وحشة الاقتباس ولكن ممكن ممكن يكون هو ده فيه الرمى والخبر اللي بعده هو بننتقل لمنوع سولو ليفلي تعليق أحد النقاد يعني يثير نوعا ما الاستغراب أو ممكن الضحك في بعض الأحيان لأنه قارن المانجا ديت بالشهرة المهولة اللي اكتسبتها بالعمال اللي هاتشهرت في اليابان ومن الوضح إن الكوريا دخلة كده تناطح راس برأس العمال اللي موجودة في اليابان ولكن بصراحة يعني مستوى المانجا أو يعني مستوى المانوة بالتحديد يعني ديت مش الحاجة يعني اللي نقدر نقول فيه أن هي أحسن حاجة عملت في التاريخ العمل ممتع وفيه مراجع هنا أو هنا يعني اخبت الكلام ده برضو في الفيديو اللي فهمت ولكن الجدير بتذكر إن فيه حاجة جديدة تذكرت دلوقتي إن المشاهدات اللي حصلت على المنوع والرواية وصلت لأربعة فصلة ثلاثة من عشرة مليار مشاهدة إيه العشر أضعاف إيه الرقم الغريب اللي طلع ده وبردو يعني في نفس الوقت صادر لها عرض دعائي بعد ما هي مصادر اتفاع يعني يعني عرض دعائي بعد ما هي مصادر اتفاع نحن نهزر هنا والانيمي الموجه للفتيات انيمي فري سيصدر لها الفيلم المكمل للأحداث في سنة 2020 وسوف يكون في صالات السينما اللي يعني نو لما كانش يلاقي إن هو ينزل المهم يعني إن الفيلم ده هيكون مش عارف هو معمول ليه أساسا العنيمي ده أنا ما عرفش هو موجود ليه موجود عشان يعني بنات من الآخر يعني كده بصراحة العينمي ده ما فيوش أي قصة ساعة لما تبعت وفتكرت أنه هيكون في حاجة حلوة لأنه من الوضع حسا أنه هو مش موجه ليه تماما ومهتمش أساسا بأنه هو يوجه العمل بتاعه ده والقصة بتاعته ده إن هي تشد الفتيان خالص إلا إذا كنت وعلى نفس السياق تم صدور العرض الدعائي ليه ولكن زي ما قلت العالم دي كلها في كوم لأنهم ما بيحراوا جينتما عايش في كوكب تاني بصراحة جينتما من عالم مختلف لأن العرض الدعائي اللي صدر للفيلم اللي على كلامهم لحد البتلا مش مختنع إلا إنهم قالوا برضو كده على المسم اللي هو صدر في 2018 أو 2019 مش متذكر قالوا إن الأنيمي ده ساعتها هو اللي هيكون الختام للسلسلة وما حصلتش فبعد كده نقلنا النهاية ديت للفيلم اللي هو المفروض يعني هيصدر في 2021 إن شاء الله مش مصدقهم بصراحة ولكن العرض الدعائي يعني بصراحة حاجة حاجة كده لازم تكون متابعين طبع عشان تفهم الرفرنس بتاعه هو بصراحة مفيش عرض الدعائي ولكن جديا أنا أتمنى جدا 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 ديت تكون الختمية بتاع السلسلة بصراحة مش عايز الموضوع يتمط أكتر من كده لو هتعملوه أنيمي يعملوه في السنة الجاية لو هيكون الفيلم هو الختام يتعامل يكون في معاده وننهي الموضوع على كده لأن خلاص يعني المنجة خلصت فهنقعد نحكي فيه ويه بس وصلنا لنهاية الحلقة البوفتيكية ديت الله صحيح يعني هما كده همنعو أنيمي وانبيس يا خيخ يا خيخ يا خيخ